مملكة البحرين وعشرون مدرسة حكومية وخاصة من مدارس البحرين من تحقيق معدل تحصيل يتجاوز المتوسط العالمي وبهذه المناسبة قال سعدت الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن هذا الإنجاز التعليمي الجديد والمتميز في أول مشاركة للمملكة في هذا الاختبار الدولي يعكس ما وصلت إليه المسيرة التعليمية المباركة من مستوى متطور في ظل دعم ومسندة القيادة الرشيدة يذكر أن الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي هي الجهة المشرفة على تنفيذ الاختبارات تهدف من خلال الاختبار الذي يقام بصفة دورية مرة كل خمس سنوات إلى قياس القدرات والمهارات اللغوية الأساسية لطلبة الصف الرابع في لغتهم الأم